السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدائرة قطرها معلوم الهدف الرابع أن نمثل معادلة الدائرة على الصورة القياسية بيانيا أما الهدف الخامس والأخير فأن نمثل معادلة الدائرة على الصورة القياسية بيانيا نبدأ ببعض المعلومات وتذكير الدائرة هي مجموعة النقاط جميعها في المستوى التي لها البعد نفسه عن نقطة معطاة تسمى المركز أما نصف القطر الدائرة فهو أي قطعة مستقيمة يقع أحد طرفيها عند المركز والطرف الآخر على الدائرة ونراه بالتمثيل البياني ننتقل إلى سؤال الأول الذي يقول هاتف لاسلكي مدى نوع معين من الهواتف اللاسلكية 30 ميل في أي اتجاه فإذا كان الهاتف يقع على بعد 4 ميل جنوب المركز الرئيس وإلى الغرب منه بمقدار 300 فاكتب معادلة تمثل نهاية حدود الإرسال مفترضا أن المركز الرئيس يقع عنده نقطة الأصل نبدأ بالمركز الرئيس عندنا صفر وصفر عنده صفر وصفر لأنه هي نقطة الأصل نريد أن نعرف موقع الهاتف بما أنه قال على بعد 4 ميل جنوب المركز إذن سأنتقل لواي بسالب 4 وإلى الغرب منه بمقدار 3 إذن الأكس بتكون عندي سالب 3 إذن النقطة بتكون سالب 3 وسالب 4 أما نصف القطر فيكون 30 ميل نكون المعادلة نعرف أن معادلة الدائرة قوس إكس ناقص اله لكل تربية زائد القوس الثاني وي ناقص الكي لكل تربية تساوي تربية نعوض بالأش وبالكي وبالأر وتصبح المعادلة كتالي نبسطها بما أنه عندنا طرح وسالب فتصبح موجب إذن المعادلة القوس الأول إكس زائد الثلاثة لكل تربية زائد القوس الثاني ويزاد الأربعة لكل تربية تساوي 900 ننتقل إلى الهدف الثاني وأن نكتب معادلة الدائرة من تمثيلها البياني ويقول السؤال أوجد معادلة الدائرة في الشكل المجاور نلاحظ من الرسمة أن لدينا مركز ونقطة على الدائرة إذن سنعوض بالنقطة وبالمركز النقطة نعتبرها XY أما المركز فنعتبرها HK بعد التعويض والتبسيط ستصبح صفر تربيع زائد سالب الثلاثة لكل تربيع تساوي R تربيع إذن R تربيع تساوي 9 نكتب المعادلة مرة أخرى بالتعويض عن H عن K عن R تصبح X ناقص الثلاثة لكل تربيع زائد القوس الثاني Y زائد 2 لكل تربيع تساوي 9 أما الآن فننتقل إلى الهدف الثالث أن نوجد معادلة دائرة قطرها معلوم يقول السؤال أوجد معادلة الدائرة إذا كان طرفا قطر فيها النقطة الأولى ثلاثة وسالب الثلاثة أما النقطة الثانية فهي واحد وخمسة نتذكر أن عندما يكون عندنا قطر هذه قطر هاي النقطتين المركز سيكون عبارة عن النقطة في المنتصف ونصف القطر سيكون من المركز إلى طرف القطر عندنا في الخطوة الأولى نوجد المركز بما أن المركز هو نقطة المنتصف إذن ستكون x1 زاد x2 على 2 y1 زاد y2 على 2 النقطة الأولى عندنا ثلاثة وسالب ثلاثة إذن x تساوي ثلاثة y تساوي ثلاثة النقطة الثانية واحد وخمسة إذن x2 تساوي واحد y2 تساوي خمسة نعوض نأخذ الجزء الأول فيصبح عندنا ثنين أما الجزء الثاني فهو واحد إذن نقطة المنتصف وهي المركز هي ثنين وواحد ننتقل للخطوة الثانية وهو إيجاد طول نصف القطر نصف القطر من المركز إلى نقطة على الدائرة فممكن نختار أي نقطة من النقطة هنا وأنا بختار النقطة أول شيء المركز هي ثنين وواحد x1 تساوي ثنين y1 تساوي واحد واخترت النقطة واحد وخمسة وممكن نختار النقطة الثانية x2 تساوي واحد y2 تساوي خمسة معادلة نصف القطر جذر x2 ناقص x1 لكل تربيع زائد y2 ناقص y1 لكل تربيع طبعاً لو نتذكر أنها نفسها المسافة بين نقطتين فالR تساوي ونعوض عن القيام اللي عندنا إياها فتصبح R بجذر 17 أما R تربيع فبتكون 17 في الخطوة الأخيرة نكتب معادلة الدائرة بالتعويض عن الh ب2 عن الكيب واحد عن R تربيع بال17 فبصير المعادلة كالتالي القوس الأول x ناقص 2 لكل تربيع زائد القوس الثاني y ناقص 1 لكل تربيع تساوي 17 ننتقل إلى الهدف الرابع وأن نمثل معادلة دائرة على الصورة القياسية بيانياً أوجد المركز وطول نصف القطر الدائرة التي معادلتها x تربيع زائد قوس y ناقص 2 لكل تربيع تساوي 9 ثم نمثلها بيانياً طبعاً مركز الدائرة بيكون صفر واثنين نصف القطر يساوي ثلاثة لأنه عبارة عن جذر تسعة يساوي ثلاثة إذن نريد التمثيل البياني نأخذ ونضع المركز في البداية نأخذ ثلاث نقاط من اليمين ثلاث نقاط من اليسار ثلاث نقاط من الأعلى ثلاث نقاط من الأسفل فتصبح الدائرة كالتالي ننتقل إلى هدفنا الأخير وأن نمثل معادلة الدائرة ليست على الصورة القياسية بيانياً يقول السؤال أوجد المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها X تربيع زاد Y تربيع زاد 4X ناقص 10Y ناقص 7 تساوي 0 سنكسبها بالصورة القياسية طبعاً أول شيء بنخلي الـ X تربيع مع الـ X مع بعض والـ Y تربيع مع الـ Y مع بعض طبعاً عشان أكون مربع كامل أحتاج إلى عدد مع الـ X تربيع والـ X وأحتاج رقم يكمل المعادلة اللي فيها الـ Y وما أنسى أنه لما أضيف شيء في طرف لازم أضيفه في الطرف الثاني عشان ما أخل بالمعادلة شنو بيكون الرقم اللي عندي يا المربع بالأزرق بيكون عندي أربعة من المربع الثاني فأنا أقول عشرة قسم اثنين وهو خمسة خمسة تربية بتكون خمسة وعشرين إذن أصبحت المعادلة كالتالي إذن قوسي الأول بيكون X زائد أربعة أما القوس الثاني فسيكون Y ناقص الخمسة ناخذ الناقص أو السالب من العشرة Y وآخر شيء بيكون عندنا ستة وثاثين إذن معادتي بتكون قوس الأول X زائد اثنين لكل تربية زائد القوس الثاني Y ناقص الخمسة لكل تربية تساوي ستة وثلاثين مركز الدائرة سالب اثنين وخمسة نصف القطر يساوي R تساوي جذر ستة وثلاثين فتساوي ستة شكرا لحسن استماعكم ونرجو لكم النجاح والتوفيق